موسيقى منجلة التحية مرة تانية عزيزي المشاهدين حابين نبدأ نقول ان وفقا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرا ببركات يحدث حال اطلاق كل ديئتين وعشرين سنية في مصر وفي الساعة سبع وعشرين حالة وفي اليوم ستمية واحد وخمسين حالة اما في الشهر سبع تلاف حال الطلاق ارقام مقلقة جدا وده اللي خلى احد المحامين وهو احمد مهران يقيم مبادرة وسمها زواج التجربة المبادرة دي عملت قلق كبير جدا وجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المؤيدين للفكرة وفي المعارضين للفكرة وفي اللي مش فاهم اي حاجة خالص اما في فقرتنا النهاردة هنحاول نوضح الصورة اكتر ونعرف ايه هو زواج التجربة ويطارة اراء الناس ايه والقانون رأيه ايه وكمان دار الافتاق رأيها ايه كل ده واكتر هنعرفه النهاردة في حالة النهاردة وفقرة زواج التجربة واعتقد اكتر حد مناسب يبقى معانا النهاردة عشان يفهمنا موضوع ده اكتر هو المستشار القانوني حسام ابو الصعود برحب حدثتك جدا جدا أستاذ حسام أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أستاذان هذا عشان عارف لي ان انا موجود معاكم طبعا الموضوع اللي احنا نتكلم فيه ده موضوع يعني اثار ضجة على الميديا وفي كل جمهورية ناصر العربية هنحب نوضح ان شاء الله بإذن الله النهاردة ببساطة خالص عشان الناس تعرف الفرق ما بين الزواج التجربة والزواج العادي وإيه لرأي الشريعة ورأي القانون في زواج التجربة اللي هي المبادرة اللي أطلقها أحد زمانينا المحامين مش عايز أقول دون تعليم بس هو للأسف يعني مبادرة غلط حرام شرعا غير قانونية بالمرة هنوضحها للناس طبقا للقانون وطبقا للشرع ان شاء الله يا فن ان شاء الله طبقا احنا حبين يعني أو أول سؤال بيدور في زهن الناس عشان الناس كتير قوي يفهم الموضوع غلط أو يفهم الاسم بطريقة تانية ايه هو زواج التجربة بالنسبة لزواج التجربة وبالنسبة للأستاذ اللي هو أطلق المبادرة دي هو مرة يقول ده زواج تجربة تجربة ومرة يقول زواج التجربة والناس فهمتها غلط بالعكس يعني الناس فهمة الزواج عموما لأن الزواج حاجة من ضمن أساسيات الإسلامية الشريعة الإسلامية معروفة يعني مفاش أي لغة ولا أي شيء بالنسبة للأخ اشترت في المبادرة فتاعته أن وجود خانة لشروط ممكن تتكتب شروط أخرى ده الحاجات اللي استند عليها في العقد اللي هو كتبه اللي هو اللي تنشر على صفحته أنه هو يكتب شرط عدم الطلاق لمدة خمس سنوات أو أقل أو أقصر تمام؟ ده قانوني غير قانوني بالمرة لأن في حالة في حالة احنا هنتكلم في البنود اللي هو كتبها لو الزوجة بعد ما مضت على عقد الصلح كمان بعد كده قالك ده عقد صلح بعيد خالص عن عقد الزواج الرسمي يعني بقي كده حاجة مدنية عقد مدني مش عقد زواج طيب دلوقتي قانونيا هل المحكمة هل المحكمة لو الزوجة طلبت الطلاق بعد توقيحها على عقد اللي بيقول عليه الزميل ده مش هتطلق تبقى للشر هتطلق طبعا لو الزوج نفسه رمى يميني الطلاق على الزوجة مش هتطلق أكيد هتطلق يعني هنا برضو عايزيني يعني فيه سؤال مهم جدا طرق عقد زي ده أنا مضيت عليه هل المحكمة نفسها معترفة بحاجة زي ده لا يعتد بيه قانوني مفندهم لا يعتد بيه إطلاقا إطلاقا ليه الزوجة دلوقتي في حالة حدوث مشاكل حتى بعد توقيع العقد ده تمام وطلوة طلوة من المحكمة محكمة هتحكم لها على طول طالما فيه ضرر عليها تبقى للشرع تبقى للقانون إنما العقد ده أنا مش عايز أقوله هو يعتبر عقد مدني تمام ولكن للأسف كان المفروض على الزميل إنه هو أصدق دي عقود والفرق ما بين العقد معينتي والشرع شيء العقود المدنية دي ممكن أزود فيها أضيف فيها الشروط إنما العقد الزواج ده مفوش مفوش أي شروط تضافي ولو فيه شروط بتبقى على حسب الشريعة الإسلامية على حسب القانون إحنا القانون بتاعنا بنغض من الشريعة الإسلامية ففيه حرام وفيه حلال أمر منتهي مش لازم أنا أجود أو إن أنا معلش يعني عايز إن أنا اسمي يظهر ومكتبي يشتغل أكتب عقد حرام ملهوش لا يعتد به لا قانونا ولا شرعا يفند طب عايزين يعني عارف برضو فكرة يعني العقد دوت هل هو يعتبر لو إحنا بغض النظر يعني طبعا دي حاجة ما ننفعش من إحنا نستبعدها الحلال والحرام ورأي ده تمام يا فندم لكن بشكل عام هل هو يعتبر أصلا حل لموضوع الطلاق؟ لا يا فندم مش حل إطلاقا مش حل يعني أنا دلوقتي فرضا هو آه أنا معاكي نسبة الطلاق في الفترة الأخيرة دي عالية جدا في جمهورية مصر العربية بس مش حل هو حسبها تبقى للإحصائيات وإن نسبة الطلاق في السنة الأولى من الجواز بتبقى عالية والسنة التانية بتبقى قل هكذا هل ده حل؟ لا طبعا الزوجة نفسها لو ما حستش براحة في البيت هي لها حقوق وواجبات الزوج والزوجة ما لقيتش حقوقها موجودة الطبيعة قانية تطلع ده شرع ربنا ده شرع ربنا إنما اللي بيقوله ده كلام يعني أنا عن نفسي أنا شفت يعني أريدت العقد اللي هو بنزله وشفت له حلقة كده يعني أنا لم أتطرق إن أنا أكمل بقى الحلقة لأن الكلام اللي بيقوله معلش يعني ما هو إلا مجرد شوء إعلامي أو دعاية المكتب لا أكتر ولا أل مع احترامي لي الزميل أنا أعمل حاجة كويسة أنا ممكن آه كنت أعمل هو متعود إن العقود سواء العقود المدنية دي ممكن نضيفها هي حاجة هو اعتقد إن العقد المدني زي عقد الزواج للأسف وده مختلف تماما الشرع مفوش كلام الحلال والحرام واضح وديكي شفت حضرتك الأزهر الشريف طلع ميساق أكيد حضرتك كل مصر أكيد الأزهر الشريف مرجعيتنا خلاص طلعه ما طلع ميساق آه الحرام ولا يعتد بيه قانونا أمره ممتهي وللأسف يعني من ضمن سلبيات الميديا إحنا ما كناش عايزين نكبر الموضوع كده أو ننشر الموضوع كده لأنه هو موضوع حرام شرعا وقانوني نفند مع أنت سلبيات الميديا بقى إن أنا فتحت بقى إن أنا دا يتكلم ودا يتكلم ودا يتكلم وللأسف فتحنا إطار للموضوع أصلا للموضوع وهو أصلا ضد الشرع وضد القانوني نفند ما فيهوش نقاش ما فيهوش نقاش أمر منتهي كبرنا الموضوع طبعا الدنيا كلها بتتكلم هو دا بقى مربط الفرس بالنسبة لزميلي تمام إن الناس كلها تتكلم عن فلان الفلان عشان أعمل دعاية المكتبية واشتغل أيا كان حتى ضد الشرع وضد القانوني لأسف ودي حاجة سلبية كان المفروض يعني الموضوع يتقفل ما يتنشرش بالطريقة دي يعني ضد الشرع وضد القانوني بسيطة هي فمي طيب السؤال بقى هو يعني منتشر أو معروف عند الشيعة زواج المتعة تمام يا فندم هل الموضوع أو زواج التجربة أو التجربة بمعنى أصح ليه أي علاقة بزواج المتعة ولا هو ما هو إلا فكرة هو الاسم يا فندم زواج التجربة الناس طبعا أول ما تسمع الاسم ده هيفتكروا إنه زواج متعة طالما محدد بمدة معينة هو رجع قال لا هذا مش زواج متعة طبعا إحنا عارفين زواج المتعة حرام بالنسبة للمسلمين المسلمين جميعا ما عدا الشيعة اللي أنت حضرتك قلت عليه تمام هو طبعا يا فندم مش عارف هو ليه أنا مستكتر إن أنا أتكلم فحاجة معروفة حرام شرعا وضد القانون يعني للأسف الناس طبعا أول ما سمعت زواج تجربة آه ده زواج متعة وزواج المتعة حرام لما إحنا في مصر عادتنا وتقاليدنا الزواج العرفي الزواج العرفي الناس بتقول عليه حرام مش قابلينه وهو حلال شرعا وهو حلال شرعا تقل للقانون والشرع الزواج العرفي معانتي فما بالك بقى زواج التجربة لما أسمع أنا زواج تجربة واحد معلش مع كل الناس معلش يعني مش مدركة معنى الزواج أو 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 تمام يسمع زواج تجربة وللأسف بيقولك عنده على صفحته فيه متين وعشرين سيدة أو زوجة متين وواحد وعشرين تم كتابة هذا العقب أنا مستغرب جدا يعني الناس دي اللي مضت على القود أو فكرت إن الحاجة دي حلالة يعني كده هو بيشيف زنب الناس دي يا فندي هو في البداية كان الناس لما سمعت اسم زواج التجربة قالوا إن هو عبارة عن إحنا وإحنا بنعمل عقد الزواج بنبتدي إن إحنا نحدد مدة للطلاق ووالله بعد المدة دي نشوف هنكمل ولا لأ لكن في خلال العقد أو لما شفناه عرفنا إن هو عبارة عن بعض الشروط ولكن ملوش حلقة خالص بعقد الزواج هو عبارة عن إن إنت بعد فترة أو الناس لما تيجي تتطلق أو ما حابين يحطوا شروط معينة لبعض لو تمت يوفقوا عليها أو ما تمتش لأ خلاص نتطلق ده كانت فكرة هي كانت فكرة الناس فهمتها معظمها غلط هي الفكرة غلط من الأساس الفكرة غلط غلط من الأساس بس برضو طريقة تفكير الناس برضو في الفكرة ممكن يكونوا فهموها برضو بطريقة تانية فأنا حبيت إن أنا أوضح فكرة إن هي إيه والناس فهمها إزاي فهي دي الفكرة اللي إحنا بنتكلم عنها إن زواج التجربة نفسه هو عبارة عن ما هي مبادرة اسمها زواج التجربة وهي مش زواج التجربة أصلا ولا لها أي علاقة بالمعلاء وفي الحالتين هي الضر الإفتة حرمت الموضوع يحرمه الشر ويبطله القانون وعدتنا وتقاليدنا المصرية طبعا بترفضه بشدة والهدف من تلك المبادرة طبعا معروف والكل يعلم ذلك حتى في كل اللقاءات اللي نزل فيها الأساس كل فقرة بيغير كلامه بطريقة غريبة بيحاول إن هو يمشي مع الناس اللي بتنتقد مع أنه ده مش انتقاد يعني أنا برضو أرجع وأقول حرام وحلال حرام وحلال وبيغير من رأيه ومرة يقول ده زواج تجربة ومرة يقول زواج التجربة ومرة آخر حاجة بيقول ده عقد صلح مدني بعيد خالص عن أسيمة الزواج اللي بيكتبها المأزول استفاد إيه؟ غير إن هو يا فندم أصار بلبلة في الرأي العام وأصار الناس كلها بكلمة زواج التجربة وليه اخترت زواج التجربة؟ طب زواج التجربة المفروض يبقى مكتوب في بنود العقد اللي انت كاتبه ده ما معنى زواج التجربة أو بند تمهيدي لا هو حط الاسم عشان ياخد الشوء الإعلامي مش أكتر يا فندم بشكرك جدا أستاذ حسامة بالصعود المستشار القانوني ومحامي الغلابة زواج التجربة أو مبادرة زواج التجربة هي مبادرة مش هندخل في دوايا المحامي أو أي إن كان هدفه منها إيه ولكن دار الإفتاء قالت رأيها وبغض النظر عن المؤيدين أو المعارضين تبقى الكلمة الأخيرة لدار الإفتاء اللي الشعب المصري كله بياخد كلامها ثقة لأن هي الأساس بشكركم جدا متابعينا متابعين برنامج كلام في كلام كان معاكم النادى علاء واشوفكم إن شاء الله في حلقات تانية من برنامجنا موسيقى 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 موسيقى